اشتركوا في القناة كبير جدا يكون معنا ناقد رياضي وإعلامي كبير نتكلم معنا عن الموضوعات المطروحة على الساحة الرياضية بالتأكيد كمان هذا الاسبوع كان فيه كواليس وكان فيه قرارات وكان فيه مواقف كثيرة مباريات الفترة القادمة في الدور العام مباراة المولي العرب مباراة النجم الساحلي التعديلات التي طرأت على جدول الدوري فجأة بدون أي مقدمات موضوع تقنية الفيديو الفار وكواليس هذا الموضوع فظل أن خلال هذه الفترة اتحاد القرى ولكنة الحكام عاملة كرصات وضغط كبير جدا على الحكام في التأوية الحالي من أجل الحصول على الرخصة وتطبيق التقنية خلال أربعين يوم وبالتأكيد فيه تفاصيل في هذا الملف نتكلم فيه فيه أمور كتيرة جدا بالتأكيد نتكلم فيها في وجود بالتأكيد دكتور إبراهيم داود الإعلامي القدير والناقد الرياضي ومزير تحرير الكرة والملاء دكتور إبراهيم منور الدنيا وسعادة بوجودك معنا على شاشة قناة أهلا بحضرتك طبعا في البداية عايزين نتكلم عن النادي الأهلي وخلال الساعات الأخيرة أو النهاردة تحديدا النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي عبر موقعه الرسمي وعبر المركز الإعلامي التعاقد مع اللاعب السنغالي اليو أباجي وانضمامه للنادي الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة واللاعب وصل منذ ساعات قليلة لمطار القاهرة الدولي بصحبة أمير توفيق مزير التعاقدات وهيتم الإجراءات باية الرسمية خلال الساعات القادمة عشان يكون جاهز للمشاركة في التدريبات والقيد محلين وإفريقين خلال الفتر اللي جاي هو هيكون اللاعب رقم 29 في قيمة الأهلي الأفريقية كده متبقي للأهلي مكان الأول بنتكلم على باجي إنه هو كل المعلومات اللي وردت عنه بتقول إنه هو مهاجم كويس صحيح عدد الأهداف بتاعه فيه كلام على السوشيال ميديا إنه ربما يكون قليل شوية لكن أنا شايف إن في مدرسة فيلر للتدوير وإعادة التأهيل والتوظيف باجي هيبقى في الأيام اللي جاية وهيبقى متوقع منه إنه هو هيكون له دور حيوي في خطة فيلر مع عودة أجيه لمركز الجناح أعتقد إنه هو فرصته كبيرة جدا في المشاركة ومن ثم زيادة غلة الأهداف الناس بتتكلم برضو مين هو اللي هيكون صاحب المكان الثلاثين في قيمة الأهل الأفريقية خاصة من دحق الأهل بقى مع نهاية شهر يناير والقصة بنتكلم إنه إحنا ممكن تدور حوالين اللعيبة اللي هي مسجلين محليا وغير مقيدين أفريقيا زي حالة حسين السيد على سبيل المثال زي حالة عمار حمدي زي بعض الناشئين الموجودين في بيصعدوا من أنقل لآخر للفريق الأول لكن في كل الأحوال الأهلي هياخد الخطوة دي بقيد اللاعب رقم 30 أكيد أكيد الخطوة دي جاز الفن عيبقى حاسبها كويس جدا لأن انت يدس عندك مساحة حوالي 14 يوم لغاية ما يتم غلق باب القيد الإفريقي بالنسبة لانتقالات الشتوية وده يكون آخر توقيت إنه تضيف فيه في القيمة بالنسبة لمرحلة الجاية عندك مباراة النجم الساحلي بالطبع بنسبة مليون في المية هتبقى بعد مباراة النجم فكرة القيد اللاعب الأخير لأن مباراة الهلالة السودانية هتبقى أول يوم في الشهر الجديد بعد غلق القيد بساعات التوقيت فلازم معلق على الأقل من بعد مباراة النجم تكون حسنت خلاص المقعد التلاتين ده هيكون لمين يعني أو مين صاحبه وهتنتظر حسب بقى المركز اللي ممكن تحتاج فيه إضافة اللاعب في التوقيت ده أكيد المركز اللي مش موجود منه قطع غيار كتير يعني أنا شايف إنه قارب القصة يمكن ربما يكون حسين السعيد على اعتبار ما فيش في الظاهرية الأيصر إلا علي معلوله محمود وحيد محمود وحيد مع أيمن أشرف كمان كمان بس أيمن أشرف توظيفه جوكر صحيح بس توظيفه الأقرب هو مساك 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 في عهد فيلر الأقرب إنه هو يكون مساكي يعني هو ما شفناهوش إنه هو لعب في مركز زهير الأيصر برغم إنه مدرسة فيلر للتدوير شفنا لعبين كسر شاركو في أكثر من مركز وقاموا بأكتر من وظيفة أحمد فتحي مساك زهير أيمن ديفندر محمود متولي مساك ديفندر ربما نلاقي رمي ربيعة إنه يكون ديفندر في قدم الأيام ولعبها قبل كده بالضبط عندك أجاي رأس حربة ديميز على فكرة ديميز لعب الجوكر اللي موجودة جوه التيم ده بتبقى فرصة تغيبها للجهاز إنه يقدر يتعامل مع أي متغيرات بتحصل أثناء المباراة أكيد 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 كمان بنشوف الأجنحة اللي هو بيغيرهم ما بين اليمين وبين الشمال شفنا أحمد الشيخ مرة على اليمين ومرة على الشمال وأجاد صحيح الإنتاجية بتكون أكتر في المركز الأصلي ولكن بيبقى عندك بلان بي وبلان سي وبلان دي موجود ودي ظروف ممكن تتعرض لها طوال الموسم في حداث كتيرة جدا أموما أنا أنتظر هنشوف خلال الفترة الجاي الجهاز الفنية هيتعامل مع الملف ده إزاي وبالتأكيد حسب الاحتياجات وراية الفنية لو شايفها فيلر من المؤشرات الأولى أن اللعب الجديد السنغالي ده طبعا أول لاعب سنغالي في تاريخ الناد الأهلي أول لاعب سنغالي أول لاعب سنغالي في تاريخ الناد الأهلي الحاجة التانية أن هي فيها تشتم رائحة الإدارة ما بتتعاقدش معها سنة ولا سنة ونص ولا سنتين تعاقد معها أربع سنين ونص يعني أنت بتاخد من اللعب كل اللي أنت عاوزه وإذا كان فيه فرصة كمان أن أنت تعيد تسويقه في مرحلة أن كان فيه الأحسن منه هتستطيع أن أنت تعمل ده إذا كان هو مفيد للفريق فهيفيد للفريق لمدة أربع مواسم ونص أكيد طيب الإعلام برض وراست فكرة التعاقد مع المهاجم الأجنبي يقول لك الأهلي أقوى خط هبوم 33 هدف في المباراة المحلية وجايب نسبة لا بأس بها في المباراة الإفريقية حوالي أربع أهداف أو خمس أهداف لكن مع ذلك الأهلي حريص جدا على تدعيم الصفوف من أجل حتى البطنة الإفريقية وبالمقارنة حتى بالدور المحلي يقول لك الأهلي 33 هدف وبعاديه في المركز الثاني في أفضل هجوم 18 هدف ومع ذلك الأهلي بيدعم بشكل قوي جدا في خط المحل أقول لك ليه أولا 33 هدف ده في عدد من اللعيبة يعني فكرة الجماعية الفريق بالضط وتعدد الحلول لكن لما تشوف عدد رأس الحربة الصريح اللي سجل عدد أهداف من 33 هتلاقيهم أربع أهداف فقط من إجمالي عدد الأهداف المسجلة فده رقم لابد أن نقف أمامه بالدرس بالدرس التام يعني إنما بيقول لنا برضو أن فيه عدة حلول موجودة جوه الأهلي عندك حسين الشحات حل عندك أحمد الشيخ حل عندك رمضان الصبح حل ربنا يشفيه رجعه بالسلامة عندك وليد سليمان حل عندك حتى حمدي فتحي اللي ربنا رجعه برضو بالسلامة كان حل مجدي أفش حل كهرباء كهرباء ده على النور يا راجل على النور في الأستاذ ببارح لا ده فقهارة كبرى كلها علية بسبب كهرباء ببارح فالقصة من آن إلى آخر بنلاقي أن برغم تعدد الحلول دي إنما المهاجم الصريح عدد أهدافه مش كبير وده يمكن فكرة الحاجة إلى مهاجم جديد يجدد الدماء ويدخ في سلة الأهل يعني أهداف أخرى ودوافع أخرى وحجمهم نفسه يبقى حتى مروان أزارو صلاح محسن يبقى في حجمهم نفسه ما بين المهاجمين كلهم بحيث أن يبقى فيه واحد يلقى هو طبعا في الساعات القادمة المفروض أنها تحسن بشكل نهائي من أنه سيكون اللاعب وأنا أنتظر نشوف الجهاز يفكر فيها إزاي هل هيكون أزارو ولا جرالدو ما أعتقدش أنه هيكون أجيه ولا معلول ما هو لازم تستبدل المرة دي أجنابي بأجنابي أجنابي بأجنابي بس طالما الجهاز الفني لم يحدد دائرة الاختيار في لاعب أو اتنين يبقى أن أنتظر لغاية لما نشوف اللحظة الأخيرة أعتقد أن هي ستعقب الإعلان الرسمي عن التعاقد حسب وجهة نظر الجهاز الفني وشايف متطلبات الفريق الفترة الجاية إيه الفايدة؟ فكرة وجود لاعب أو عدم وجود لاعب الفترة الجاية لكن قصر أو تقصير الاختيار ما بين لاعب أو اتنين أنا مش هدوس فيها أول إن الجهاز لغاية اللحظة دي لم يحسم لم يحسم ولم يعلن أصلا أن الاقتصار الاختيار أعتقد أن الحسم هي العرض البديل للعب اللازي سيخرج آه بالضبط كده كرؤية فنية وكرؤية تسوقية عشان تستفيد كمان من أي لعب طبعا لأنه هو فيها معيار أنت بيجيب بفلوس وعاوز تخرج بفلوس فعشان ما يحصلش دامش من الحالتين طيب الإعلام الرياضي والصحافة كيف رصدت فوز الأهل على طنطب خماسية في ظل البعض وصف المباراة فنية آخر عشر دقائق بأداء وطريقة عكس التمانين دي للأهل اللاعب بيها مباراة طنطب أو المباراة اللي ظهرت بيها أو الشكل اللي ظهر فيه الفريقين في خلال هذه المباراة يعني كنت شايف أن المباراة طنطب مباراة الصعبة جدا يعني يعني أولا أنها عقابة رحلة شقة جدا لزين بابوي عقابة كمان عدم تحقيق نتيجة تمس طموح جمهيري الأهلي ومجلس إدارته وأعضاؤه كمان أن هي مع فريق قدم أداء ولا أروع قدم الزمالك وخسر بفعل فاعل في اللحظات الأخيرة وكان الأقرب لتحقيق فوز تاريخي في هذا اللقاء فطبعا كل هذه المعطيات خلت في حمل في مباراة طنطة برغم ده شفنا حالة من الهدوء يعني قال دخل المباراة بحالة من الهدوء ساعدوا على اكتمال حالة الهدوء هي الهدف المباكر اللي أحرزوا في الربع ساعة الأولى من المباراة الأهلي أضع أمس في الشوت الأول حوالي 3 أو 4 فرص وفي الشوت الثاني مثلها إنما من ناحية الفاعلية الهجومية هي اللي شفناها في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة إنما في المجمل الأهلي خرج فائزا من هذا اللقاء نتيجة أداء في المجمل كسب كهرباء كهداف بيضم حل من الحلول اللي كنا بنذكرها منذ قليل بتثبت ثقة أو بتعلي ثقة مروان محسن إنه بيحرز الهدف الثالث في الدوري والهدف الرابع على التوالي في آخر ثلاث مباراة خطها وده معدل إيجابي جدا لو استغلوا مروان للأحسن والأفضل أعتقد هنستعيد مروان كمهاجم الأول لمصر يعني المهاجم الأول لمنتخب مصر فطبعا الإيجابيات كمان كسرنا حتة القصة اللي حصلت في زمبابوي التشكيك في العالي قوي في الفنيات وفي الأهلي وفي فيلر وفي قدرات أصل أفريقيا غير الدوري والدوري ضعيف وأفريقيا قوية والقصة دي نسوا الناس نسوا الناس إن في مسيرة العظيم منو الجوزيه 2001 إن الأهلي تعرض لخسارة على ملعبه مش تعادل خارج الأرض كانت هذه الخسارة قد تعصف بتأهل الأهلي من دور المجموعات إلى نفس القصة بس كانت بتبدأ من دور الثماني ده كان ساعتها وقتها الأهلي كان محتاج الفوز في الجزائر بعد الخسارة من بترتكو في السادة القاهرة وده الحقه فعلا فأنا شايف إن فيلر باية تميز عن مسيرة مسير مانو الجوزيه إنه في السنة بتاعت 2001 كان اللي هو موسم 2001-2002 بقى بنسبة للدوري كان منافسا على بطولة الدوري حتى الأمطار الأخيرة لو لا التعادل اللي حصل في استاد غزل المحل إنما في المقابل بلاي فيلر هو ماسق بقبضة الدوري من الأسبوع الأول للأهلي هو الأول حتى الأسبوع التلاتاشر في الدوري ده ما كانش موجود مع مسير مانو الجوزيه كان بداياته في الدوري ضعيفة جدا بس الناس لا تذكر ده حقيقي يعني هو الشيء بالشيء أسكر إن مسير فيلر لو بصينا على النتائجه في المجمل في أفريقيا الأهلي يمتلك يعني مش فرصة التأهل فقط فرصة التأهل والتصدر بالضبط عندك الماتش الجاي اللي هو النجم الساحلي كل الدوافع موجودة إنك تحقق فوز وفوز عريض كمان مش فوز بهدف اللي حصل في الماتش الأولاني إن انت خسرت بفعل فاعل إن انت تعرضت لزلم تحكيمي أكيد إن كل دي بتخلق دوافع عند اللعيبة إثبات الزات إثبات إن إحنا الأحق وإن إحنا الفريق الأعظم والأقدر في أفريقيا مش بس بالتأهل بانتزاع النجمة التاسعة أو البطولة التاسعة كمان الأهلي بيملك قراره أو بيملك مصيره إنه لو حق الفوص المباراتين في المبارات اللي هي بتاعة أم دورمان بالنسبة للهلال السوداني أنا أعتقد إن الأهلي هو كده اللي بيصل بنفسه دون أن ينتظر هدايا من الآخرين وهتصدر المجموعة يعني وصوله في إيده الأهلي لو وصل للنقطة الثلاثة تصدر تصدر خلاص اللي هما ست نقاط المتبقيين لأنه بست نقاط المتبقيين هو عطل كمان النجم السحلي هي بأخصى طموح للنجم السحلي 12 12 نقطة بالضبط كده طيب تباينوا الأراء يا حكا تكلمت على فكرة المحل والإفريقي وتباينوا الأراء ده للأسف أو الرسالة الإعلامية أو الكلام في الإعلام وصل انطبوع لدى الجماهير إنه ممكن يكون فيه تباين هو البعض بيحاول ممن لا يشجعون النادي الأهلي أنا بتعجبني هذا التعبير بيحاولوا يشاكل كوك في جهازك الفني في قدرات لعبتك في إقدرتك هم بيحاولوا ده إنما خاب مسعاهم القصة باختصار إن أنا مش هرم الفوطة بمجرد أنه ماتش أنا محاعتش فيه نتيجة يجابية لا معلش أنت أهلاوي يبقى أنت بتشجع الأهلي في كل الأحوال خلاص ظروف المباراة كانت كلها مش في صالح النادي الأهلي الرحلة نفسها عدم وجودك مبكرا للاعتياد على ملعب المباراة أنت وصلت لزنبابوي وما روحتش على طول على الملعب اللي أنت هتتضرب عليه شروعة الصفقة أنا هيكون أطول فأنا أسفضل أني رايح شوية في العصان أرضية الملعب نفسها صعبة جدا وسهمت صبتين على طول بالنسبة لك كانوا أليد يانج ووليد سليمان أفشة كمان تعرض لإصابة في المباراة واللي شفنا مكانه كهرباء فكل الظروف المحيطة ما كانتش إيجابية فيه كمان عنصر ما حدش خد باله منه خالص هل ده نفس الفريق اللي ابتدى بإدور المجموعات لا لا مش هو حصل تغيير في اللاعبين حصل تغيير في الجهاز الفني تطور الأداء بس جاءت على حظ الأهلي في المباراة الرابعة مباراة الأهلي بالضبط جاء للربعة أعتقد أن الفريق ده مش هيكون بالمنافس السهل قدام الهلال السوداني أنا توقعاتي أن المباراة دي قد تنتهي بالتعادل أو ربما هزيمة الهلال ما هو الناس لسه ليه الناس بتفترض أن الهلال ممكن يكسب في السودان ليه الناس بتفترض أنه ممكن النجم أقل فريق أقل فريق المجموعة فريق بلاتينيوم بس الناس ليه برضه بتفترض أن النجم ممكن يكتسح الفريق ده فرادس في تتعادل مع ترجي فرادس نحن بنتكلم في كورة آه يعني كل شيء وارد لكن لكن بالتأكيد أن شكل بلاتينيوم مش هو اللي ابتدى بيه شاول تلات مباريات آه خالص خالص بالكلية يعني يعني لما تشوفوا وتابعوا دوافع عند اللعابين كمان تم تجديدها خلي بالك أن مباراة البلاتينيوم والهلال هتسبق مباراة الأهلي والنجم بربعة وشين ساعة هتبقى يوم السبت بلاتينيوم بيخش هذا اللقاء وهو يمتلك حظوظ التأهل يعني هو بيمتلك نفس لتلات فرق التانيين لو استطاع أن يحقق الفوز في ملعبه على الهلال سيصل إلى النقطة الرابعة ها على أمل أن يتعصر الأهلي مثلا ويكون فهو يملك فرصة نسبة بقيلة وبعيدة لكن ورد ولكن مدام يملكها أكيد هيلعب عليها أكيد الجهاز الفني الموجود هيوصل ده للعبين وهيستخدمها كدوافع طيب فكرة برضو الجمهور يعني جمهور الأهلي تحديدا نحن بحب نتكلم معه بشكل مباشر ونوصل له الرسائل والحقيقة جمان بشكل مهم جدا سأفل طموح وأنا قلت الكلام ده في أكتر من الحلقة قبل كده ترون يا جماعة بلاش تقييم السريع عشان لو جيت في مبارات عدلت أو لقدر الله خسرت هتلاقي أنت من جواك حسيت أن في اختلاف حصل فهتبقى صدمة بالنسبة لك إزاي الفني بيحب كرة كويسة وبيكسب كل المطشاط ده إزاي تعادل إزاي يخسر فهتزعل وزعلك ده ممكن وصلاك أنك تقول رأيك ورأيك ممكن كل الأهلوية لا يجب الخسارة ما ده حقيق بس أنا أصد فكرة إيه إن المسلم بصة طويل قوي والكرة وارد فيها التعادل والخسارة والمكسب كل دي أمور واردة في كرة القدم والكرة تحديدا ممكن يوم معاك ويوم ضدك صحيح في لغة الكرة دي أوف مثلا نهاردة أنت اليوم مش معاك فتغسر أو تتعادل صحيح بس ليه سعف الطمو يبقى علي كده يعني ليه ليه ما بينقيمش الأمور عند وضع يعني عند قيمتها أو وضعها لغاية لما توصل للطارجت اللي أنت عايز توصل تفوز بالدوري توصل فينال أفريقيا ساعتها تبقى أنت خلاص وصلت للطارجت اللي أنت عايز تفوز بالبطولة اللي أنت اشتغلت عليها موسم كامل هو ده اللي اللعب عليه الطرف الآخر في عملية التشكيك اللي كنا بقولها لحظاك من شوية هو بيحاول يكسلك كل اللي أنت بتبنيه من بداية الموسم طب أنا دوري أن أنا أمشي وراء الموجة أنا بخاطب هنا أحباي جمهوري الأهلي كله على السوشيال ميديا واللي بيتابعوا وتسأل العلام من دمنها قناة الأهلي لا أنت ما تبقاش انطباعي لأن ما فيش أهلاوي حقيقي انطباعي دايما الأهلاوي بيتريس ثم يتريس ثم يتريس ثم في النهاية بيحصد بطولة دايما بص على الجهاز الفني وتعليقات يقول لك احنا ما عملناش حاجة صحيح متصدرين الدوري بس احنا لسه ما خدناش الدوري نسكناش حاجة في ايدنا بشكل رسمي وإحنا ما خصلناش بطولة أفريقيا برضو برضو بالضبط احنا بنملك أكبر حظوظ لأن احنا الوحيدين اللي بنلعب على النقطة التلاتاشر طب اوصل لنقطة التلاتاشر انت اللي بتملكها مش هما مش الآخرين مش هتنتظر نتيجة حد يعني انت لو كسبت المطشين مش هتنتظر نتيجة حد يعمل حاجة في المجموعة التانية كونك انك انت يقول بيك المطف انك تبأ اول او تاني في النهاية انت انت واحد من التمانية اللي وصلت للدور التمانية انت بتلعب على كاس البطولة مش بهم الفريق اللي هتقابله مازين بي الذي خسر منه الزمالك بسلسية مثلا نحن قادرون على مواجهته وقدرون نحن نحق البطولة في النهاية تراجي تابيريتني قابل تراجي تابيريتني قابل كل ده كل الفرقة من الفرق بس لو فكرت المدد دقتين هتلاقي ان هي بتقلق لوحدها ده وافع عند اللعيبة ان هي تحقق الفوز ومش بس تصل الى المربع الزهبي لا ده تصل الى كاس البطولة في الاحد هو المشوار كمان يعني انت لو الناس قعدت تحسبها انا تاني ولا اول انا لو طلعت اول هلعب يا الزمالك يا الوداد يا الرجاء طلعت تاني هلعب يا الترجي يا سنداون هو يقين ان الزمالك مش هينفع يبقى الاول المواجهات في جميع الحالات سواء اول او تاني المواجهات صعبة لان دور التمانية حلاص هو دور الكبار دور الكبار بالزبط والاهل الكبير لا يفكر في الفريق الذي يسواجهه يفكر في دمه هدف كيف يصل في النهاية الى كاس البطولة الى كاس البطولة طيب اهم المكاسب الاجابية اللي في مباراة تانت حرقز قرطها وعدت العناصر اللي ممكن الفريق يكون استفاد بيها مباراة المقولين وضع تاني وشكل مختلف هي مباراة ما بين المركز الاول المتصدر الدوري والمركز التاني هي مباراة قمة اكيد هي مباراة قمة حتى الازوال الاربعتاشر تراها ان هي استعداد جيد وقوي لمباراة النجم الساحلي طبعا سلطا ان في تعديل حصل في الجدول انا سألك حاليا دلوقتي واخد رأيك فيه لان تعديل غريب حصل النهاردة ومنذ ساعة تحديدا من اتحاد الكورة لكن مباراة المقولين كمستوى فني تختلف عن مباراة طنطا والدوافع والاسرار والتحدي هو تختلف بالتأكيد ان عماد النحاس كابتن عماد النحاس هيخلق دوافع وهيعلي سقف الطموح قوي عند لعبته وهو ابن الاهلي فبالتأكيد انه هيشتغل وهيجيد شغله كويس قوي في المقابل انت مفروض ان انت عارف قوي المراكز الدوري وترتبها فانت عارف ان انت بتقابل الفريق اللي وصل حتى الاسبوع الثالث عشر الى النقطة تسعة وعشرين هو الوحيد الذي يطاردك وحقيق على قمة الدوري حتى اللحظة حتى اللحظة دي فبالتأكيد ان المباراة معها هتبقى بست نقاط غاية في الاهمية غاية في التأثير على مجرات الاحداث في قادم الايام دوافعك انت عالية جدا طبعا انت راجل بتلعب على المباراة الاثناشر انت بقيت تنافس نفسك منذ تخطيط الفوز العاشر اصبحت تنافس نفسك وبتنافس ارقامك اللي سبق من ان انت حقتها مفيش حد بنفسك تاني فانت محتاج للفوز الاثناشر محتاج ان انت تكسر الوصيف المسابقة حتى اللحظة محتاج ان انت تثبت ان انت فريق قد المواجهات الكبيرة محتاج كمان تورينا ان 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 تشكيلة او مدرسة فيلر دي هتنتج لنا تشكيلة تستطيع بيها ان مواجهة المقاولين لان فيلر درس لعب المقاولين كويس اوي واعتقد ان الاهل باذن الله قادر على تحيي الفوز في هذا اللقاء المقاولين طبقا طبعا لجدول الدوري هو تاني اقوى خط هجوم بعد النادي الاهلي ايضا كمان تاني اقوى خط ادفاع بعد النادي الاهلي في البطولة وصيف بقى وصيف مباراة قمة مباراة قمة الاهلي والمقاولين المباراة مباراة المقاولين العرب طبع فانا اعتبرها انها مباراة ممكن يكون فيها حسابات فنية مباراة محاك قوي استعداد جيد هتبقى مباراة من خارج الخطوط مباراة تكتيكية في المقام الأول لو أنا مكان كابتن عماد النحاس هقعد متردد كثيرا جدا هلألعب جيم مفتوح مع الأهلي ولا أمن كما فعل الأخرون مسألة صعبة جدا الأهلي مالوش ملكة مالوش هملكم منين ولا هيغامر المغامرة إياها دي فممكن تبقى لها تدعيات وقيمة فأعتقد أنها مباراة جديدة بالمشاهدة جديدة بالمشاهدة لأنه كمان في رقم رقم ممكن يكون ملفت شوية للأنظار بالنسبة لهذه المباراة النادي الأهلي تبقى طبعا لمبدأ الفير بلايه أو اللعب الروح باللعب النظيف بالنسبة للفرق الأهلي أقل الفرق حصونا على الانظارات والكروت الحمرة عشر انظارات فقط لم يطرد أي لعب في الأهلي خلال هذا المسي بالمقابل بالنسبة للعرب نسبة عكسي كده تماما تمانية وعشرين انظار وخمس كروت حمراء ده انت فتحت ده مفروض يتعمل فيها ندوات أنا المفروض أنا السؤال دا طبعا المفروض يا لجنة يا حكام أي مكان اسم رئيس اللجنة كابتل عصام عفتاح ولا كابتل جمال الغندور ولا الذين سبقوه هما المفروض أننا من ضمن تسقيف الحكام أننا أعرف زي ما بدرس زي ما أي مدرد بيدرس الفريق اللي بيقابله أنه يدرس الفرق دي ومدى لجوءها إلى العنف أو استخدامها للكروت الصفراء ضدها أو الكروت الحمراء بالضبط ياريت ياريت أن ده يبقى معلومات تتداول عند الحكام لما احنا نبهنا كتير جدا للعنف الزاد من بعض اللاعبين السفحين في الدور المصري وعلى رأسهم بدون مسميات عشان محدش وعلى رأسهم لعيب في أحد الأندية عشان محدش يزعل بس عشان محدش يزعل يعني أنا مش قصة في الزعل أنا قصة في التوصيق لما انتبه إليه بعض الحكام في الأول الأخيرة لقنا فعلا بتتشهر ضده كروت حمراء التقدر الناس تاخد بالها الناس بدأت تاخد بالها بالضبط لكن اللي أنا عاوز أقوله إن برضو من ضمن ده إن لازم كل حكام قبل ما ياخده اللقاء إن هو يبص يبص في الزكور كده ده خد كم انزار ده خد كم طرد من اللاعبين مش إن هو يبقى واخر أحكام مسبقة ولكن يبقى عينه عليه الحكام اللي بيزاك يعني جنب تقنية الفار وتطبيقها لابد من يكون تسقيف الحكام على أحدث تعديلات في القانون على المواقف اللي بيتعرض لها إن يتعامل لهم رول بليج من أسبوع إلى آخر محاكاة سمنار للمواقف التحكمية دراسة طبيعة اللاعبين كمان طيب أنا متخوف لأن الرقم ده أنا ببص في إحصائيات الفرق من ناحية الإنزارات والحك والكروط الحمر انتلقتني إن ممكن الأهل يتعرض لإصابات جديدة والأهل ليش حامل إصابات جديدة الرقم ألقني حتى لو المؤلين طبعا بالتأكيد بيلعب كورة كويسة كل حاجة وممكن يكون فيها عنف ومشروع في الملعب إنه عايز ياخد الكورة عايز يروح يجيب هدف عايز يدافع عن شبكة أو الشبكة مرمى كل ده بيبقى وارد في الكورة بس أنا بأتكلم في لغة الأرقام الأهلي أقل الفرق حصول على الإنزارات وأكتر فريق يعتبر واخد كأس اللعب النظيف قدام المؤولين خاشن جدا في المباريات 28 إنزار 5 كروط حمراء 5 كروط حمراء في 13 مباراة يعني أنت بتتكلم من قرب حاجة واربعين في المية يحصل على كارت أحمر في كل مباراة حاجة واربعين في المية من مجمل المباريات من مجمل المباريات ده رقم مخيف ده رقم مخيف ويحتاج إلى يعني مش هنقول تدخل ولكن يحتاج إلى إن يكون فيه مذاكرة للقصة دي أو حتى عين عليها من جانب الحكم اللي هيخذ اللقاء أو من جانب لجلة الحكام تمام طيب الجزائر الغريبة اللي أنا هبني عليها الكلام اللي هيتقل ده لأن نبرح بعد إعلان الاتحاد الإفريقي تعديل بعض مباريات الجولة الخامسة لظروفة معينة في الإسبوع القادم والتعديل يا دكتور إبراهيم جي من الاتحاد الإفريقي مش من نادي الأهلي ولا من الاتحاد المصري ده جاي من الكاف بنفسه إن مباراة الأهلي والنجم الساحلي بدل ما تتلاعب يوم الجمهة هتتلاعب يوم الحد فبالتالي مباراة أمبي كان بعد مباراة النجم بدل ما تتلاعب التلات الاتحاد الإفريقي عدل الموعيد ديت فإيس فجأة الاتحاد المصري النهاردة خد قرار غريب جدا والجهاز الفاني للأهلي كان سعيد جدا بهذا التعديل لأن ادالهم صحة حرية ما بين مباراة المقلين ومباراة النجم عشان يقدر يستعيد بشكل كويس والكابتن سايد بالأمس عقب مباراة تنتف تصرحاته قال فرصة جيدة أسبوع كامل قادر أشتعلها مباراة النجم قادر عمل النهاردة موقف غريب جدا قدم مباراة امبي بعد ما تم تأجلها بسبب تعديل مباراة الاتحاد يعني الاتحاد الأفريقي يأجل تمانية واربعين ساعة فأنت تقدم لي فأنت تقدم لي مباراة امبي ست ايام لأ وقدمها ايه ده خلها اللاربع يعني علعب المولين الحد مفيش ده يوم الحد المفروض اللي اتنين قريح التلاتة أدخل معسكر اللارب علعب المولين آه علعب امبي وعند مباراة النجم لسه الحد كان ممكن كان ممكن بهدوه جدا انه هو قدمها 24 ساعة يعني آه اجلها 24 ساعة آه فتقلت لعب مثلا الحد والأربع او الحد والخميس كان هيج يعني ايه اللي كان هيرتبك هو وضعها اصلا ما بين المباراةين صعب هلعب الحد مع المولين والحد اللي بعدين نجم الساحلي هتحط لي مباراة في النص ازاي ما انت قريدي التعديل ده جميع الاتحاد الافريقي مشانا اللي عدلت كنادي اهلي يعني مشانا اللي عدلت الظروف دي الاتحاد الافريقي عدل بالتوافق مع طب والزمالك اللي تقدمه المطش حصل معاي النفس موعيده ما فيش فرائية بيزيد فيه طب فين هنا الفرب ليه بقى اللي احنا بنتكلم فيه آه وبعدين اتحاد الكرة ده مطش اتأجل يعني اجي لها 48 ساعة بالتبعية المطش اللي كان محظوط في في الاجندة او في الكلندر ان هو يتأجل 48 ساعة مش يتقدم 6 ايام وهيأجله 48 ساعة هيخش في مباراة الهلال يعني انت بتعاقب الاهلي على قرار من الاتحاد الافريقي ما اقول لحضرك على حاجة هو جه يأجل مباراة امبي هلاقي نفسه داخل في موازق تاني ليه بقى بعد مباراة النجم انت عندك بعدها بخمس ايام مباراة مين الهلال السوداني في السودان مظبوط فصعب جدا يخلي مباراة امبي بدل ما تردت تبقى الخميس لان انت مباراة الهلال السوداني غالبا يجمع يا سبت تمام فخلاص مباراة امبي بالنسبة لك اتحاد مصري اصبحت مؤجلة بنسبة كبيرة ومش هتلاعب في التوقيت ده النهاردة فوجينا ان هو بدل ما يأجلها ويحدد لها معاد في شهر اتنين او يشوف لها فراخ تاني في شهر اتنين زي ما أجل مباراة الاهل بدل ما يأجل مطش ايه بو يخليه في شهر اتنين راح ضغط الاهل وحط المباراة ما بين مطش المؤولين ومطش نجم السحلي هل المقصود ارهاق للاعيبة الاهلي هل المقصود الاخلال بما بدأ تكافؤ الفرص هل المقصود ان انا بعاقب الاهلي ما هو لازم اتحاد الكرة فهمنا انت بتعمل كده ليه ليه بتعدل للتعديل ده لان التعديل ده جميل الكاف مش بالاهلي انا اعتقد ان ده مطش الاهلي طيب هل هل انت رجعت الاهلي هل انت نسقت معاه للخطوة دي هل انت حصلت على موافقته ما هذا اللي غريب بقى بياخدوا القرارات دي بدون ما بيرجعوا للانديل طيب الانبي هل موافقة على القصة دي ولا لا ما انا عايزين نشوف الردود الافعال اللي خرجت من انبي نفسه لتقديم المباراة هل فيه ردود افعال رافضة ولا موافقة على القصة امبارح تصريح كابتن سيد انا هابنى على تصريح كابتن سيد امبارح كابتن سيد امبارح في تصريحه قال انا سعيد جدا بالتأجيل اللي حصل ده لانه هيديني بساحة وقت قبل مباراة النجم الساحلي معنى كلامي كابتن سيد ان الفرصة التأجيل دي اسعادة الجهاز الفن عشان يقدر ياخد نفسه ويحضر لمطش كبير زي لمطش نجم الساحلي ويقاهل مصابيه ويشاركوا اللي هم بيقتربوا من العودة اكيد مباراة النجم بالنسبة لargent مباراة مصرية طبعا مباراة مصرية تعودنا دايما في اتحاد القورة ودايما ده جرى العرفة على ده في الفترات السابقة لما بتبقى فيه مباراة مصرية زي دي انت بتدي مساحة وقت مابالك انت مساحة الوقت دي جاتلك من نفسها من الاتحاد الندي اممن اندية المحترمة جدا ممكن يتم التنسيق معاها بعيدة عن امبيها لا ممكن يتم التنسيق معاها والنديين يرفضوا أو الفرقيتين يرفضوا الليعب المباراة في هذا التوقيت أنت لغبطي لي أجندتي كلها أنت بدل ما أنت بتساعدني وأنا بمثل مصر مش بقى أمثل النادي الأهلي أنا بمثل مصر في بطولة زي دي أنت بتديني حافز ولا بتعاقبني ولا عشان أنا الأهلي ولا إيه بالصبت لازم يبقى فيه وضوح لازم يبقى فيه الشفافية وهل ده تم التعامل معاه يعني أنت برضو ديت نفس القصة بالنسبة للمنافس ولا لا هل أنت لجأت شمعنا المنافس موعد وطبيعية ما برضو ده سؤال تاني أو عدل في مباراة فرق تانية عشان بطولة عربية وعدل في مباراة الألوينب عشان مطش النجم السحلي في إفريقيا بعد ما تغير معاه كله هيبقى بالتأجيل أو بالترحيل مش بالتأديم ستة أيام تأديم ستة أيام ده عمره ما حصلت في التاريخ أننا يتأجل لمطش 48 ساعة فأنت تعاقبني بأننا تدوني قبلها بستة أيام لقد كنت هلعب مباراةين قبل مباراة النجم السحلي خاريتهم ثلاث مباراة يعني أنا راجع من زمبابوي عند طنطة قال لا طب ما ده بيفتح برضو دولاتهم عملين يقولوا هنطبق الفار وبنعمل الندوات وفاربعين يوم ويابتاخد أربع شهور وإحنا تجربة مصرية وإحنا هنمصر مش عارف إيه قال لا طب ما هممكن حكم الفار برضو يبقى على الأهلي بطريقة وعلى بقية الفرق أو على المنافس بطريقة تانية ما في النهاية ده عنصر بشري إذا افترضنا حسن النواية يبقى أنت المفروض ما تعاقبنيش كنادي مصري ببس المصر في أن أنت تقدم لي ماتش ست أيام فترهق لعبية أكثر فتعرضهم لإصابات أكتر ثم تجربة مع امبي امبي في عرض كله نقطة بلعب شرس بلعب عنيف نحن نسا بنتكلم على انذرات وطرد ما تجيب إحصائية امبي هتليها لا تقل عن إحصائية المؤولين يعني المسألة انت بتعرضني بتعرضني لماتشين غاية في الصعوبة وراء بعض بهدف إيه بقى وفي نقطة أنا راجع من زنبابوي الجدول بالنسبالي هلعب طنطة هلعب المؤولين عن مباراة النجم السحلي طب أهياءهم على خطة المباراة زي طب يعني يعني بالله عليك ده دي مش عدالة دي مش كورة ثم في النهاية نعلن ان احنا فير جدا وان احنا عدالة مطبقة على الجميع لا طبعا لا طبعا القصة دي لابد من وافح حاسمة عشان دي ممكن تكرر بكرة وبعده وبعد بعده لازم المسؤولين عن جهاز الكورة في النادي الاهلي هتدخلوا في مثل هذا أنا بعرض لعبتي لخطر الإصابة احنا نتكلم في عشر لعيبة بيرجع لنا منهم اتنين بكرة بيبقى عندنا تلاتة زيادة يبقى لازم يحصل تدخل ولازم للقصة لازم يحصل نقاشات وحورات واتصال بإنبي اعتقد ان إنبي برضو ما هو فيه خلال عنده يعني فرقة هتلعب ماتش بعد ست ايام بيتأجل لها برضو من ضمن الفرقة المعرضة اللي اذا كان ده في مصلحتها بقى ما اعتقدش ان فيه تنصيق تم في هذه المسألة دايما التعديلات بتحصل دون الرجوع للإنبي لا انا مش مبسوط من اداء اتحاد الكورة كلام فعل مفيش كله كلام احنا مبدأ تكافر الفرص احنا ايد واحدة مع الجميع احنا مبدأ العدالة مطبقة على الجميع لكن في الواقع مفيش كده خالص مفيش كده خالص طيب في جزئات تانية بقى متعلقة بتطبيق تقنية تقنية الفر وانا سعيد جدا وكلنا سعاداء بهذه التجربة وان شاء الله تطبق في الفترة الجهة بالنسبة للدورة المصر هتبقى حاجة ايجابية انا مش سعيد ليه انت محمد سعيد انا مش سعيد دلوقتي التصرع في تدريب الحكام هو التصرع اه لو احنا بعد الاربعين يوم وانا اجازنا الرخصة للحاجة الحاجة وخمسين حاكم دول ان هم بقوا حكام فيديو هي الرخصة من الفيفا مش من الاتحاد المصري عظيم عظيم ثم حصلت اخطاء هو قبل الاخطاء انت ممكن تقعد اربعين يوم والفيفا ما يدكش رخصة ده صحيح هي بس الفكرة ان هم قالوا توقيت من غير ما يكون في ايده رخصة التقنية تمام يعني انت ممكن تقعد اربعين يوم في فيفا لا هم قالوا ان الكورس المكسف ده في انها هياخده رخصة الكورس المكسف ده بقى ليه كمان كلام غريب قوي انا بارح سمد الكابتن وليده عطار المزير التنفيذ الاتحاد الكورة قال الايفاب المسؤول عن تطبيق التقنية في كل الاتحادات في العالم عملونا تجربة خاصة بين احنا بفلو الطعمية اوه الكلام اللي اتقال ده انا مبداها استغربت قالك المدة القانونية لتطبيق او التجربة على هذه التقنية اللي طبقها الايفاب بتبقى من ثلاث شهور لاثناشر شهر مظبوط احنا ده الكلام ده اتقال من كده رخصة العطار بجد وانا بصراحة انا مندهش من كلام اللي اتقال احنا عملنا تجربة وبالنسبانها هتبقى التجربة المصرية وقدمناها للايفاب قلنا لهم لا احنا هنعمل كورس مكسف وبدل الحد الادنى ثلاث شهور هنعمله في اربعين يوم هنعمل شفتات صباحية ومسائية اتقال كده بجده والله نصا انا اسمعته صوت وصورة والايفاب اندهش يعني فيه طبعا محلل او فيه مسؤول من الايفاب هولندي موجود مع عدد من المدربين والمراقبين مع الحكام في التقوية الحالي فهم اندهشوا قالوا ازاي اربعين يوم قالوا ايبقى مكسف ويبقى فيه شفت صباح وشفت مسائي فالناس بيترائب وكي كده انت يومين بترسل تقارير صوت وصورة من خلال التقنية والتدريب عليها بس يعني ازاي برنامج مصري وهيبقى مختلف عن برنامج الايفاب وفي النهاية او هيصي لك تقدر بعين يوم الحكام دي هنفترض ان هم خدوا الرخص يا محمد هم خدوا الرخص خلاص كل الاخطاء اللي هتنتج من حكام الفيديو قالوا لك معلش عشان هم خدوا القصة بسرعة عشان المفروض دي كتطعوا ده اربع شهور فمعنش نمنحهم المزيد من الوقت ثم المزيد من الوقت ثم المزيد من الوقت هتلاقي الدوري خدس طب ايه اللي عجلة انت مشيت في المصار وبدأت تتفعل صحيح خدوا وقتا وده حاجة قويسة جدا بصراحة احنا واخدوا التجربة دي بأمانا خلاص والتلات عربيات وكل اللي اسمعنا ده دي حاجة بجد او الاربع عربيات اربع عربيات واحدة استبني مثلا واحدة وتعتر في السكة ولا حاجة فالاربع عربيات وكل الخطوات الفعيلة على الارض نحي بس خد وقتك ما تسلقهاش عشان ما بقاش لها تدعيات وخيمة لما تيجي هم عايش احنا استعجلنا عليهم طب ما كان معاك الفرصة طب ما تاخد وقتك من الاول الحاجة التانية اللي قلقاني ها حتة زي بتاعة مباراة الاهلي ومبي دي هي القصة هتطبق على الجميع بمعيار واحد ولا لأ طيب السؤال التاني انت بتشوف بعض الحكام بيبقى لهم شخصية ها حتى بيرجع للفيديو يشوفه ويصر على قراره حصلت حتى في مباراة الشهيرة للأهلي والترجي وحصلت في كاس العالم وحصلت في حياتك كتير بالضبط وفي الدوري الأوروبي وفي كل الكلام طيب النهاردة ماذا لو ان كان فيه خطأ ها والحكم أصر على قراره هذه جزئية تانية طب ماذا لو ان حكم الفيديو ها عمل استرس على لقطة معينة لصالح نادي معين ها ضرب الجزاء هدف احتسابه وتسلل او بتاع فراحوا يشككوا الحكم ده فالحكم اللي كان احتسب هذا القرار رجع عن قراره دول التلات نقاط التصرع العنصر البشري اللي موجود واللي ممكن يخضع فيه الهواء مش هنقول التعمد ولكن يخضع فيه الهواء انا شايفها ازاي انا شايفها ازاي انا شايفها كحكم فانا بدفع عن قراري بقول لا هي مش ضرب الجزاء او هي اه جون مش اوف صيد او 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 ما شبه ذلك ها اه في نفس الوقت اللي ممكن حكم الفيديو نفسه اللي قاعد فوق ده او قاعد في العربية ها اه متحمس ان يكون الدولي المصري زي وزي اي دولي من دولات اوروب طيب انا هتعوك للتفاؤل وقدر ان كان نحاول بس نتغاضع عن الرقم اثنين ورقم ثلاثة اللي قاعد لما تتطبق ونشوف بشكل رسم وبشكل عمل عشان ما نسبقش الاحداث لكن الرقم واحد كلها بنتفق عليه لان فيه قوانين وفيه مواعيد رسمية معروفة لكل اللي بيقرأ البروتوكول يعني يعني هتبقى عندنا تجربة نص سوى ما هي ما فاهمني عشان انا معاك بس عشان اتفهم طيب رقم اثنين ورقم ثلاثة مش هنسبق الاحداث لما تتطبق ونشوف بالعرض الواقع بتتطبق ازاي ساعة هنبقى يعني نبقى نص سوى لا بالعكس ممكن بجد يتطبقها بشكل كويس ويبقى ما فيش 40 يوم لا لا مش بتكلم على 40 يوم بتكلم على رقم اثنين وثلاثة اللي هو قصة الاهواء او قصة الكلام ده كل انا واثق باليوم في المية ان بعد ما ياخدوا الرخصة الحكام عندنا في مصر يعني بجد بجد حتى لو فيه اخطاعة حكيمية لا الكل بيراعي العدلة بشكل جيد جدا في المباراة انا بصق في الحكام في الدور المصري او الحكام المصريين سواء داخل مصر او حتى في مطشاط افريقيا الكل بيشهيد في الجزئية دي بالنسبة لحاك المصري لكن هي الجزئية اللي رقم واحد اللي انا متمسك بيها وده بناء بقى انا مختلف معك في الرأي بس ماشي اللي ده بناء بقى البروتوكول ده بروتوكول التقنية الفيتج اللي هو تقنية الفار ان انا الايفاب المسؤولة عن تنفيذ التقنية في اي تحاد قري او اي تحاد محلي بيديك مدة زمنية من 3 شهور للتاشر شهر انا اعمل كورس مكسف ليه واقول لا انا اعمل برنامج مصري والايفاب لو لقى البرنامج ده نجح هياخد التطبيق المصري المدرسة صباحية بذلك سبسة ايه اوالله اتقال كده من الكابتوني ده العطار حفلة ما بعده منتصف الليل فانا انا اعمل كورس في 40 يوم وتسرع مثلا ليه ااخد التجربة على الاقل الحد الادة 3 شهور وطبق من السيزون الجديد وفي النهاية الكريدت ليك ما انت اللي اشتغلت وانت اللي خدت الاجراءات يعني حتى لو اللجنة ده مشيت ولسه التطبيق ما تمش ربما ده انت هابتحط برضو ايدك على حد مهم بس الكل هاي حسب لهم انه هما هو الفكرة انه هو طبق التقنية وهو موجود ربما ده ربما ده ربما حيث التصرع التصرع مش سرعة التصرع لانه لو هما سرعة كما من بداية الانطلاق المسابقة من شهر 9 الفتة أو 8 لو هي القصة سرعة بالزبط انما التصرع دلوقتي في سلق الامور كده هو ده اللي ميخليني اشعر بالريبة بالريبة الشديدة كمان لان البروتوكول انا بعتمد بشكل رسمي على الموعيد والحاجات الرسمية اللي اتحاد الدولي يكتب الكلام ده على موقعه الرسمي مزبوط من 3 شهور ل 12 شهر المغرب جنبينا مش مسافة بعيدة شغالين فئة من شهر 7 اللي فات بقالهم 5 شهور وليسا مخلصوش خلاص خدوا الرخصة وطبقوها اوفلاين في نصف نهائي كاس يعني في 5 شهور خدوا 5 شهور قعدوا 5 شهور غير تقمدوا الرخصة وطبقوها اوفلاين في نصف نهائي كاس كاس العرش في المغرب وهيطبقوها رسمي بداية من الدور الثاني الشهر الجاي ده خلاص خدوا قرار رسمي وهتطبق بداية من أول اثنين ممكن قدرات حكامنا تجيب في 40 يوم يا محمد احتمال ممكن الايفاب ياخد او جايز المدلسة الليلية يكون هي لها مفعول الشحر او كابتن والد العطار قال جزء مهم او قال لك الايفاب لو لقى البرنامج المصر نجح هياخدوه يطبقوه عنده يبقى كل 40 يوم كل 40 يوم اه يعني هم مقالين 3 شهور احنا بنعملوا 40 يوم ده كده سيديهاية مش فيديو طيب فكرة تطبيق التقنية في الدوري البعض بيوصفها ان هي بشكل عام بقى دون تدخل في التفاصيل بتاعتها البعض بيوصفها ان هي هتكون عادلة بالنسبة كبيرة جدا والبعض بيوصفها ان هي مش هتكون عادلة وفي نفس الوقت فيه اخلام ما بده تكفر الفرص لانه ما تطبقيتش في الدوري الاول هو ده برضو نفس الناضر من اجله الاهلي رغب ان الاهلي اول من طالب من طالب بتطبيق التقنية انت بديت المسابقة ازاي انهيها ازاي نفس البداية هو لازم تبقى نفس النهاية برغم كلنا بناتمنى انما انت في شهر يناير الموسم هيخلاص في ستة الخمس شهور دولة شقيقة مثل المغرب تعرضت لها ما متخلص خمسة واعلن خلاص ان انا بقى عندي رخصة حكام يطلعوا خمسين يطلعوا ستين يطلعوا سبعين زي ما يطلعوا تجربة مكتملة حتى نهايتها ثم طبقها من الدور الجاي يعني 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 ايه الداعي ما الداعي يا لويزا ان انت تصر على ان انت تطبق في اربعين يوم وهل بعد اربعين يوم هيبقى الدول التاني جيه ولا لا طبو بالحزبة الرقمية الاربعين يوم نتكلم في اول مارس اول مارس هيكون الدور التاني بدأ بقى لو ادي لا يكون في بايته لان لسه الدور التاني ما تحطش موعيده اه يعني هما يكونوا ربطين الدور التاني بالرخصة بتاعت الفار ممكن يعني السؤال والله ما عندي معلومة انا بس ممكن دور التاني اللي ما يقعد الرخصة اه لا لا ما اعتقدش اما المدرسة تخلص لا لا مش للدرجات اه والله لو المنطق ان هو ينفذ وعده طيب لو تلعب من الدور التاني اسبوع ولا اتنين ايه العمل بقى هنبدأ ازاي يعني بقى مطشين من الدور التاني اه واللي بقى خمستاشر مطش يبقى ايا الفكرة ما اقولش توقيت الا ما اخد الرخصة صحيح صحيح كده صحيح كده يبقى ده اختم الموضوع عشان موضوع التقنية ما يبقىش فيه تفاصيل كتر من كده معلنش توقيت لتطبيق التقنية غير ما يكون فيه دي رخصة الاتحاد الدولي لان انا اسمعت الكابتن عصام عبدالفتاح هو ده كان الاسلام في معصفة اسمعالية ان انا بقى عندي العدد الكافي من حكام الفيديو معهم رخصتهم ها يلا خلاص انا جاهز بقى انا كده مؤهل بالضبط ادواتي معايا اجهزتي معايا على الوسائل المساعدة واللوجستية موجودة لها العربيات ومشابة كل ده موجود خلاص انا جاهز انا ايه دي خلاص اطبق بقى من الموسم اللي جاي عشان ما تتقررش نفس الاطبعت محمد الحنفي لما اجيب بص على الاعادة ولقى المخرج جايبه هو بيتفرج على التلفزيون مظبوط عشان بقش بس عندنا ده التلفزيون التاني اللي كان معمول ده اه اللي كان موجود في ملعب الداخلية تليب اصر اه ده اللي أبي دول سود ده طيب الدوري السنائي دي شكل المنافسة فيه وشكل المباريات فيه يعني طبعا قبل ما ندخل كان فيه مباراة بيرة جدا ما بين اسوان والمصر وشهدت اربع علاقات جزاء ترجحية وضربات جزاء قصد ترجحية وهضرت ضرب الجزاء منهم والمباراة انتهت اثنين اثنين كانت مباراة مصيرة جدا كانت مصيرة جدا قبل ما ندخل مع حضرتك كان بيراميز بيلعب كان بيلعب الاتحاد السكندري مباراة فيستاذ الماكس مباراة حاليا واحد واحد وقبل ما نبدأ الحلقة كان بيراميز متقدم بهدف مقدش وكان حصل على اعتراضات كتير وحصل اعتراضات على اللعبة والهدف على ادنيه حصل حاجة مع الحارس مع مد السيد حارس الاتحاد مظبوط المباراة فيه تنافس وفيها اهداف وفيها فرص شايف شايف الدور السنادي ازاي الدور ضعيف بقى برضو هم بيقولوا كده هو بيحاول يصدر لك كده صدقني مباراة تاعت واحد واحد بيراميز والاتحاد هو الاتحاد طبعا كويس الاهل الاتحاد السكنداري المنتهد اللي عملها لان بيراميز وهو مسجل هدف وهو متقدم بالتأكيد ان هو بيكون من الشراسة ان هو الفريق اللي قدامه ان هو يدرك ابتعادل او يحق عليه الفوز فطبعا برافو شابول الاتحاد السكنداري مواصلة للعروض الجيدة جدا وبيحافظ على مكانه في المركز الرابع في المركز الرابع وده مركز جيد جدا بالنسبة للاتحاد لم يحدث منذ سنوات طويلة ان تكون بدايته كده ومواصل حتى الاسبوع 13 في الدوري في المركز الرابع لان نفوذ بيراميز كان هيقتنس من الاتحاد المركز الرابع اكيد كان هيقفز هو للمركز الرابع بالضبط اه كان هيقتنس من الاتحاد الرابع والاتحاد يتراجع للمركز الخامس يعني النتائج بيراميز في المجمل العام سنة دي مخيبة للامال يعني بالنسبة ل محليا محليا لكن خلي بالك يكون فدرالية دي مش قوية مش بنفس قوة دوري الابطال طبعا اه اوكي قص البعض كان وصفة ان هي اقهن دوري الابطال او بنفس القوة يعني ده لما خدوك كاس بتاعها ده بعض الناس يعني انما هي في النهاية بطولة اشبه ببطولة مركز الشباب يعني عشان بس نكون منصفين او بطولة افريقية لاصحاب الظل والمركز الثاني والمركز الثالث تمام لكن محليا السنوات انت شايف ان الدوري لا النتائج فيه رايحة وجاية فيه فرين نهاردة ممكن يكسب بكرة ممكن يتعادل او يخسر المراكز متأرجحة لاني كمال لو بتكلم انا بس يعني الموسم اللي فات كانت المنافسة متبلورة بين اه ناديين حتى اه بدايات اه انتقالات يناير والدور التاني ثم امتدت الى التلات الى النادي التالت اللي هو النادي الاهلي وستطع في النهاية ان هو اللي ياخد بطولة الدورة عشان ما بصوش في الجدول بس القصة الثانية دي انا بتكلم في المنافسة بدءة حتى الاسب groundwater 13 هتلاقي المنافسة فيها الاهلي وفيها المقاولين او فيها الزمالك وفيها الاتحاد السكندري وفيها بيراميد حقا بتكلم منافسة خماسية مش منافسة والمقاولين العرب والمقاولين العرب ان نسناها يعني بتكلم الى ستة اندية اه يبقى دا دوري تطور عن الموسم اللي فات ولا اضعف من الموسم اللي فات لا انا جاي فيه متطور وفي مستوات أقوى وجاي إله الفيديو هاو جاي الفهر كمان جاي الفهر بكل المقييس وبكل الحسابات الفنية دور السنة دي أقوى من دور الموسم اللي فات ولا لازم يكون الأهلي بعيد عن الصورة عشان يبقى الدوري قوي آه وصلت طيب لما تبص على موسم 2004-2005 وهو الموسم التأهيلي ثم موسم 2005-2006 ومثلها من مواسم حينما كان الأهلي يغرد منفردا كان منتخب مصر يحقق البطولات وأفضل النتائج وأفضل العروض وهو معتمد على قوام معظمه 70 أو 75% منه من النادي الأهلي حينما يكون الأهلي في حالة غير جيدة ينعكس ذلك على المنتخب فلا يحقق أي نتائج فكذا علمنا التاريخ 2005-2006 الأهلي كان فايزة دوري في فرق حوالي 30 مقطة 31 نقطة 31 نقطة 31 نقطة في الختام وإن شاء الله تكرر تاني وتالت وعاشر 31 نقطة دي كانوا بيقولوا الدوري ضعيف ارجع بس ارجع بس للذين لا يشاجعون النادي الأهلي كانوا بيقولوا برطة الدوري ضعيف في المنافسة والأهلي فاس بطولة الفرق والمنتخب فاس بكاس الأم الأهلي يفوز بدوري الأبطال بدوري الأبطال أربع مرات حتى أعتقد موسم خمسة وستة وتمانية هو وصل فاينال أربع مرات متتالية خسر منه مباراة النجم مزبوط أربع مرات خسر مباراة النجم اللي في القاهرة إنه حقق تلب بطولات في المقابل هنلاقي إن المنتخب حقق تلب بطولات كس أمه ستة وتمانية وعشرة بالزبط خلاص ثم يواصل الأهلي ولولا الأحداث الصورة والقصة دي لكان مرضوده على المنتخب مستمر حتى هذه اللحظة طيب فكرة أن التأثير الدوري المحلي على البطولات الإفريقية لو الدوري قوي هتلاقي الفرق المصريف بالبطولة الإفريقية قوية طب أنا هتذكر مثال 2012-2013 السنة دي ما 2012 كانش فيه دوري والقال يفاز بطولة أفريقيا في أحلك الظروف بالزبط في أحلك الظروف كنتش بتلعب ما قلتش بتلعب أي مباراة دا فنم 11-12 كمان 11-12 خلينينا قبل 12-13 ده 11-12 دي كان عقب اللي هي موسم 12 بالنسبة لأفريقيا موسم 12 قبل بقى ما تبقى موسم متدخلة بالزبط في عام 2012 انت ما كانش فيه دوري في مصر خالص بعد أحداث مسباحة برسعين ومع ذلك الأهل يحقق البطولة ثم ينافس على البطولة في عزمة وموجود صورة وعادة موجود حالة أمنية مستقرة وكل الكلام ده وعادة موجود مسابقة ويحصل ثم في الموسم الذي يليه في 14 بيحصل على الكونفضر لو الدوري كان فيه مجموعتين الدوري كان فيه مجموعتين بالزبط إذن المباريات المحلية أو الدوري المحلي مش مقياس للبطولة الأفريقية عندنا مثال توضيحي الإسماعيلي حصل على بطولة كأس أفريقيا ولا يكون هناك أي نشاط كارغة في مصر لما فاز على الإنجبر اللي هو مازينبي اللي هو مازينبي حاليا المقاولون العرب يحصل على سلاسة كؤوس أفريقية وهو لم يكن مستوى في الدوري أقصى مدى حققه كان المركز الثالث أو الرابع أو الخامس هو بطولة الدوري صحيح بس ما شاركش في دوري الأبطال وقتها لو تفتكر اللي هي موسم أعتقد 83 83 حالي المعاملين بطولة الدوري ومع ذلك ما شاركش في بطولة الدوري لكن شارك في بطولة الكأس كواصيف للبديل للنادي الأهلي واستطاع أن يحقق الخقوص دي وهو مراكزه متأخرة جدا في الدوري لو تتذكر يعني فدي حصلت برضو بيراميز ممكن يكون مسيرته في الدوري مش كويسة وبنرى المصر برضو المصر عنده فرص كبيرة جدا في التأهر برضو لدوري المجموعات يعني ما زال يمتلك فرصة في التأهل لدوري المجموعات يكسب مباراة تأهل خلاص يكسب مباراة من المباراتين المتبقيتين ويتأهل بطل ناجيري وبطل ميرتاني يتعدلوا في المباراتين مع بعض ففرصهم أصبحت بعيدة أعتقد 3 نقط و3 نقط لا 2 نقطتين ونقطتين نقطتين ونقطتين لا كده يبقى المصر تأهل لا هم أعتقد 3 و3 أعتقد 3 و3 2 و2 المصري كسب 4 مطشط بطل ميرتاني وبطل ناجيري في مواجهاتهم مع بعض يتعدلوا في النهاية ويتأهل أعتقد لا فوز كده لو 2 من 6 يبقى 8 يبقى محتاج فوز يوصلوا لتنقطة 9 نقطة 9 إذن أن الفرق المصرية الأربعة بشكل عام تم زمالك الثالث وكان منذ قليل الخامس والسادس في بطولة الدوري ومع ذلك مسرته قويسة محافظ على المركز الثاني بعد ما زينبي في دور المجموعات ورمع مازينبي فاصلة لو كسب أكتر من ثلاثة ممكن يكون أول المجموعة مين لو الزمالك كسب مازينبي أكتر من ثلاثة أهداف ممكن يكون أول المجموعة نتمنى باعتبره فريق مصري بس لا أعتقد أن ده هيحصل أنا أعتقد أن ربنا يسطر بس في المطش ده أنه ما يبقاش فيها تدعيات تانية باعتبره أنه هو ممثل لمصري أكيد لأن مازينبي كمان فريق عامل نتائج جيدة جدا أنا أعتقد أن المنافس الأول للأهل في دور الأبطال مين بقى مازينبي ولا سانداونز ولا الترجي ولا الوداد أعتقد أن مازينبي سانداونز برضو مجموعته مش بنفس القوة بتاعت مش بنفس يعني آسف عفوا عروضه مش بنفس القوة بتاعت مازينبي مازينبي على ملعبه فظيعة فظيعة يحتاج إلى فريق من عائل من عائل سقيف قد كي يقصي عن طيب الترجي الوداد الترجي مش الترجي بتاع السنة اللي فاتت برغم فوزه الأخير على النجمة الساحلية في الدورة التونسي الوداد بعيد مش لسه مغير الجهاز الفني كمان أقل الجهاز الفني بعد ما تعيين من أربع شهور والرجاء أعتقد برضو حصل تغييرات في الجهاز الفني يعني كل ده بيشهد حلم من عدم الاستقرار أعتقد أن مازينبي وسانداونز والأهلي ربما الترجي الأربعة دول هم أقوى المرشحين ما لم يستقطع يعني القرعة تجعل صدامات مبكرة حسب ترتيب المجموعات إذن دكتور إبراهيم داود شايف أن أقرب المنافسين أو أقوى منافس للألف البطولة الإفريقية وفريق مازينبي الكنغولي وده بقى هنشوف الأدواري نائية ترتيب الفرق لأنه كمان فيه قرع يوم تسع اثنين بس أتمنى أن الزمالة كيكسة بكتر بالتلاتة إن شاء الله حتى يتقدر المجموع ببقى شفين موجهات لأن الزمالة لو طلع تاني والأهلي طلع أول ممكن يصدموا في مرحلة دور التمانية لساعتها هتبقى مباراة السوبر يوم عشرين اثنين على فكرة دي حاجة بتخلي جمهور الأهلي بيتفائل مباراة الدوري اربعة وعشرين اثنين إذا أقيمت في نفس المعاد دور التمانية تمانية عشرين اثنين تمانية ثلاثة إذا أقيمت في نفس المعاد بقى مباراة يوم عشرين دي هتقام هتقام في المعادة خلاص ده رسم ده رسم تم التوقيع العقود وخلاص مباراة السوبر في المعادة آه وجوائز وقول زبانت عاوز تقول مباراة اربعة وعشرين بالتأكيد إن مباراة عشرين هيبقى لها مش بالنسبة لنا إحنا كنادي أهلي أنا بتكلم بشكل عام يعني ربما بالنسبة للمنافس تدعيات مباراة عشرين ربما تجعل ضغوطه مارس يتأجل المعادة ده بتاعيوم اربعة وعشرين أنا أتوقع ده وأنا متفايل مباراة تلاف موعدها أتمنى أتمنى بإذن الله طيب إذا استضموا في دور التمانية يعني يبقى على عتف فعلا أربع مباراة قمة في ظرف إسبوعين حصلت حصلت في موسم وتقابلوا خمس مرات في موسم واحد بس في موسم واحد أنا بتكلم في فترة زمنية حوالي خمسشار يوم آآ لا ما حصلتش أنا أعتقد أن حصلت ثلاث ماتشات كانت اتنين في أفريقيا وماتش في الدوري اللي هو موسم ثلاثة وخمسة آآ لما لعبنا في السيمي فاينال دورة أبطال إفريقيا آآ آآ موسم كان في السادة الكلية الحربية مكسبناه ورايح جاي آآ بالزبط كده رايح جاي آآ كان اتنين واحد واثنين سفر مظبوط 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 هل ده ممكن بيؤثر على قيمة المباريات لما مباريات القيمة بتتلقى في توقيتات زمنية قريبة جدا على فكرة ليها مردود إيجابي جدا إيجابي ولا سلبي لا إيجابي كلما بتبعد الفترات كلما بتخلي الشد أكتر والضغوط إنما لما بتعتاد على اللعب والتكرار 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 ده بيخفف من الوطء كثيرا وبعدين بيعالي نسب المشاهدة الحاجة التالتة هي المشكلة بس في اللي بيعيط يعني أو بيبقى مردود للنتاج السلبية عليه هي دي بس اللي بتفرق بين في مباريات القيمة تب فنيا لو بترصد لك كده تقارير فنية وانت بتعمل استعدادات للمباريات نفسها بتهتم بكتاب التقارير قبل أي مباراة بناء النتيجة الأولينية ولا ممكن ترى أن فيه مفاجآت في المباراة التاريخ علمنا أن ما فيهش أحكام مسبقة تمام لكن فيه ثقة فيه فرق بين الثقة وفيه فرق بين الحكم أنا الثقة بتكون مدعال التفاول إنما الحكم قد يكون الأحكام المسبقة دائما تأتي بنتائج عكسية بالنسبة لتاريخ لقاءات الأهل والزمالك عموما مش دائما أن نتائج الترتيب في المسابقة أو الموقف في المسابقة أو الجاهزية هي الحكمة أو المعيار كثيرا ما كان الثمالك متفوقا فنيا قبل مباراة قمة وستطاع الأهل بالروح أن هو يحقق فوز وفوز عريض من كان يصدق أن له يحقق على الثمالك فوزا تاريخيا بستة أهداف مقابل هدف وهو كان كل الحسابات قبل المباراة تشير لأن الثمالك هو الفائز لمحالة وأخذ من ده أحيانا بتعرض قناة الأهل الكرة الجميلة بتاعت كابتن محمود الخطيب لحمدي جمعة لكابتن حمدي جمعة اللي سجلها في قبل المباراة دي كان الثمالك متفوق ومكتسح ومتصدر بطولة الدولة كان كل الترشحات بتصب في صالح الثمالك ومع ذلك فاز الأهل بالمباراة كابتن زكريا ناصف والجون العظيم في عدل مأمور في آخر دي من المباراة كان كل الترشحات بتصب في صالح الثمالك فهي مش هي المعيار ولا هي المقياس طيب في جزئة تانية لكن فيه ثقة فيه ثقة فيه ثقة تمام لكن ثقة محفوفة برضو بالتوازن قبل مباراة القمة عشان ما يتبقاش فيه ثقة زيادة فيه فرق بين ما نقولت الحالك فيه فرق بين الأحكام المسبقة فرق بين الثقة اللي هي مدعال التفاول مدعال التفاول إذا الثقة مدعال التفاول أكيد طيب الجزئة التانية متعلقة بقى مباراة السوبر في الإمارات بترجعنا للزمن الجميل بترجعنا المباراة القمة اللي كان فيها حضور جماهيري كبير وقرنفلات وملعب الجزيرة الإماراتي أنا حضرت فيه مباراة السوبر أهل وزمالك وحضرت أيضا كمان في ملعب هزاعة نسبة حضور الجماهير في الفرق بين بتبقى زيادة للأهل حوالي 60-70% هل تتوقع المباراة القادمة هيكون فيها حضور جماهيري كبير للطرفين ولا هتبقى النسبة متساوية والقرنفل كمان في ملعب الجزيرة ملعب محمد بن زايد في الإمارات شايف المباراة تبقى إزاي طبعا هو بيتدخل في دي عناصر كتير إذا كانت التذاكر المخصصة لكل نادي على حدة هل هي الزاسين بتبقى بالتساوي بتبقى بالتساوي لكن العدد الغلبية هتبقى هو دايما بتلاقي الأهل بيكتسح النسبة بتاعته وبيخش على النسب المنفسية الأهل بشعبيته في الإمارات هو بشعبيته في السعودية وبشعبيته في مصر وبشعبيته في أفريقيا كلها وبشعبيته في أي مكان شعبية كبيرة والله يا دكتور إبراهيم أنا شفتها بقى بعيني يعني أنا طول السنين اللي فاتت أسمع أن شعبية في الخليج مختلفة أنا متذكر بماتش السوبر 3-2 كان فيه جمهير من الأهل قاعدة وسط جمهير من الزمالك يعني حتى كانت مقيدة في الحركة الشوية لكن كانت موجودة عشان تخطر تحضر اللقاء وتشجع فريعة أو تشوف فريعة هو بيفوز بحق انتصار فبالتالي يعني القارنفال ده هيبقى فيه هيرجعنا تمل لزمن المباريات الكبيرة بين الأهل والزمالك اللي كان بتلاقي في الأمارات وفيها نسبة أهداف عالية وممكن تصرق لك جزاء أنت فتحت برضو باب تساوي اللقاء اللي كان يمنع أن ماتش 24 يتلعف في الأمارات برضو ده سؤال يعني مباراة الدوري آه إيه اللي يمنع أستاذ عمر الجناني في المؤتمر الصحفي تصريحه هو قال كده قال الليحة ما تسمحش بدا نلعب مباراة في الدوري خارج مصر يعني فيه حظر هو قال كده بص الأصل في كل الأشياء الإتاح أو الإتاح خلاص ما لم يكن هناك نص صريح بيقول أن أنت يحذر إقامة مباراة خارج حدود جمهورية مصر العربية أعتقد أن ما فيش ما يمنع أن تقام هذه المباراة أولا راحل فرقيتين ها الاستمرار على أن هما الاثنين في أتماسفلير واحد في جهزية فنية الفاصل ما بين المباراتين مش كبير فبالتأكيد أن ليه ليه لا ليه ما يفكروش في أن اللعابوا ماتش إزاي ده في الأمارات خصوصا أن فيه مبارات في كاس إيطاليا وفي مبارات في دورة الأسباني سوبر الأسباني دورة الربعية أنت بتكلم في تسويق وبتكلم في حقوق هو ده ماتش الأهلي ولا الزمالك دي مبارات الأهلي مبارات الأهلي ها يعني أعتقد أن هيكون العادي التسويق منها بالنسبة للنادي الأهلي أكبر كتير جدا من العباء بعدد محدد من الجماهية أنا أنتظر ونرى لكن بشكل عام كل التوفيق رب في المحطات الجالي للنادي الأهلي كل التوفيق للنادي الأهلي وكل الأمنيات الطيبة إن سنة 2020 تكون عام البطولات للنادي الأهلي المجد للأهلي والجمهوري الأهلي والعضاء الأهلي وكل التوفيير لك دكتور إبراهيم شرفتن ونورتن وسعيد بالحوار معك حوار جريء لكن بالتأكيد بتحط يدك على مواقف وقرارات مهم جدا الإعلام يهتم بها عشان الجمهوري بعرف الرسالة وعرف المعلومة الحقيقة أنا سعيد بك جدا يا محمد وأتمنى اللقاء بك دايما إن شاء الله أكيد أكيد شكرا جدا دكتور إبراهيم اللقاء كان مهم جدا ومثمر جدا مع دكتور إبراهيم داود مدير تحرير الكرة والملاعب وحديثة حول القرارات التي تتخذ خلال الفترات الأخيرة فيما يتعلق بتطبيق تقنية الفي آر خلال الفترة القادمة موضوع الآيفاب حد الأدنى لتطبيق التقنية مصر ليها تجربة جديدة بالنسبة لجنة الحكام واللجنة الموقعاتها أربعين يوم هنشوف الفترة الجاية هل يقدروا في المدة الزمنية دي ياخدوا الرخصة بشكل رسمي من الآيفاب والاتحاد الدولي دا برضو هنتابعوا الفترة الجاية نتقابل بعد الأربعين نتقابل بعد الأربعين إن شاء الله شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة والتقي بيكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهل جيل شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة